كتير مننا عنده بيانات حساسة للغاية وخطورة تسريبها اخطر بكتير من خطورة فقدانها يعني كمثال لو عندك صور شخصية او صور العائلة فخطورة تسريبها اهم بالنسبة لك بكتير من خطورة فقدانها ده كمجرد مثال لقدر الله ورد جدا ان لا بتاعك يتسرق او كمبيوتر بتاعك يتسرق فتبقى بياناتك في امان في ناس تانية عندها بيانات مش حبة حد يطلع عليها ابدا حتى بعد موتها يعني مثلا عنده بيانات مهمة عايز يموت البيانات دي تموت معها في ناس هوا فعلا بتفكر كده وعشان كده انا جيب لك اقوى طريقة للتشفير وبدون اي برامج وبتتعمل من على الماثر بورد بالفيديو ده ان شاء الله هنتعلم تلات حاجات اول حاجة هنتعلم ازاي نعمل باسوردة قوية جدا للهارد بتاعنا او للهاردات اللي عندنا كلها تانية حاجة هنتعلم ازاي نفوك الباسورد دي بطريقة سهلة تالت حاجة هقول لك على خطورة او اهمية الطريقة دي تفركز معي وتابع معي الفيديو للنهاية ومنساش ان انت تدعمنا بلايك على الفيديو الشرح انا هتطبقه على اجهزة اتش بي وانت بالنسبالك في الاجهزة التانية تقدر توصل نفس الابشن بنفس الطريقة الابشن هتكون مشابه لي يعني اول حاجة لازم الجهاز يبقى مقفول باور نفتع الجهاز بتاعنا باور ونضغط على اف عشرة في لاحة المفاتيح ضغط مستمر لحد ما يدخلنا على السيت اوب بتاع البوردة بالشكل ده تمام وبعد كده هروح للقائمة اللي اسمها سيكيوريتي تالت وعدة من الشمال وبعد كده هننزل على الخيار قبل الاخير اللي هو درايف لك سيكيوريتي انتر هندخل عليه ظهر عندي الهاردات اللي عندي انا بالنسبالي عندي اربع هاردات ستا زيرو ستا وان تو سري انا هعمل بصور دلوقتي على الاربع هاردات هنعملهم مع بعضينا واحد واحد كده سريعا بختار الهارد الاولاني وبعدة انتر بيجيب لي او درايف لك هتعمل ولا دسيبل اضغط علي انا جاب لي الابشن بتاع الهارد بيقول لي ان هو مش معقول له باسورد دسيبل فاضغط ساهمي مين في لحظة المفاتيح علشان يبدلي من دسيبل لانيبل بيجيب لي رسالة تعذرية اقول له اوكي تمام وبعد كده بيجيب لي كلمة بضغط اف عشرة وبعد كده بيقول لي دخل الباسورد واحد كتابتها مرة تانية بكتب لي هنا الباسورد ومش شرط طبعا تكون مكونة من حروف او ارقام او رموز اي حاجة او حتى ممكن تكون رقم واحد اهم باسورد سهلة اهم حاجة تكون متذكرة تمام وبعد كده نضغط اف عشرة اكسبت وندخل نعمل الباسورد الهارد التاني انتر او دسيبل درايف لوج انتر وبعد كده هغير ساهمي مين عشان يجيب لي انيبل انتر وبعد كده هحط الباسورد نفس النظام وبعد كتابتها مرة تانية وبعد كده اف عشرة ندخل سريعا كده على الهارد التالت اللي هو برضو نفس نخليه بسام يمين وانتر ونحط الباسورد ونهي كتابتها مرة تانية ثم اف عشرة ونعمل الهارد الرابع والاخير اللي هو برضو نفس الوفشن اف عشرة وبعد كده نحط له الباسورد ونهي كتابتها مرة تانية ثم اف عشرة اللي هي اكسبت تمام وبعد كده اضغط اف عشرة عشان احفظ التغييرات دي وبعد كده اف عشرة تاني وبعد كده انتر بولي هتحفظ التغييرات دي او يبدأ الجهاز يعمل دلوقتي ونشوف هيجيب لنا ايه? دلوقتي بقى اول الجهاز ما يفتح معي بيجيب لي البسورد فش على طول. بقول لي ما تعملش اي حاجة على الجهاز لما تدخل البسورد. بيجيب لي الهاردات بالترتيب. ساتا زيرو. بدخل البسورد بتاعه. انتر. بعد كده يدخني على ساتا وان. كل مرة كده. تمام? انا حسب بقى الهاردات اللي انت عمل لها بسورد. ادخل برضو البسورد بتاعه. ساتا تو. الهارد بتاعه. تمام? انت بالنسبة لك ممكن تخلي البسورد وعدة على كل هاردات او ممكن تغيرها. بس انا طبعا افضل ان هي تكون بسورد وعدة علشان ما تنساش. وبعد كده بيدخل معي على الوندوز عادي جدا بدون ادنى مشكلة. تمام? البسوردات اللي انا عملها دي كلها غير بسورد بتاع الوندوز. الوندوز انا عمله بسورد خاص به. تمام? بدخل بسورد بتاع الوندوز بيدخل معي عادي جدا بدون ادنى مشكلة. كلام جميل. وده كان الجزء الاولاني اللي بنشرح فيه ازاي تعمل بسورد قوية جدا للهارد ديسك بتاعك. تشفير تام للهارد ديسك بتاعك. دلوقتي بقى اروح لجزء التاني اللي هو ازاي تفك البسورد ده. انت رجعت في كلامك وحبيت تلغي البسورد او نقلت الهارد بتاعك من جهاز لجهاز تاني. وتفرق مهم ان انت عايز تفك بسورد. هنفك ازاي? نفس الكلام برضو لازم نعمل شطاون الاول الجهاز نفل الجهاز تماما ونفتحه من باور. هضعت برضو على اف عشرة في لوحة المفتاح ضغط متكرر. اول حاجة طبعا هيجيبها لي هيجيب لي قول لي دخل البسوردات. ممنوع تعمل اي حاجة على الجهاز لما تدخل البسورد بتاع الهارد ديسك بتاعك تمام? لا تخش على ولا تخش على الويندوز بتاعك اللي لما تدخل البسورد. بيجيب لي برضو البسوردات بالترتيب بدخلها الاولاني والتاني والتالت والرابع. كلام جميل نتابع مع بعضينا كده لحد النهاية. انا ماشي معك الخطوات بتفصيل عشان الناس تركز معنا تمام? بعد كده ادخل معي على السيت اوب بتاع الماثر بورد. بروح برضو لنص القيمة اللي هي سيكوريتي وبنزل عند الخيار قبل الاخير اللي هو درايف لك سيكوريتي انتر. وهفوق البسورد بقى بتاع الاربع هاردات تمام? او الهارد نضغط عليه انتر بنفس الطريقة وانتر برضو انيبل او ديسيبل المراضي احنا هنعمل ديسيبل تمام? اغير سهم يمين. واضغط اف عشرة احفز. بس قبل ما يحفز سقول لي ايه دخلي لو سمحت البسورد الانت عملتها تمام? فادخله البسورد الاديمة اللي انا عملته لالهارد دا وبعد كده اضغط اف عشرة. كلام جميل. واللي عملته في الارد الاولاني بعمله في الارد التاني والتالت والرابع. كده انا لغيت كل البسوردات بضغط اف عشرة وبعد كيبول لي حفظ التغييرات بقول لي واحفاز يس. اعمل دلوقتي الستارت ويدخل معي على الوندوز من غير ما يطلب اي باسورد زي ما شوف مع بعضينا كده تمام دخل معي على الوندوز مباشرة من غير ما يطلب الباسوردات طيب خطورة الطريقة دي في ايه خطورتها في انك لو نسيت الباسورد انسى تماما البيانات اللي عندك ما فيش اي طريقة هتقدر ترجع بيها البيانات دي او تفك الباسورد فعشان كده انا بنصحك ان انت تعمل باسورد سهلة جدا سهل ان انت تفتكرها ما تعملش باسورد معقدة او صعبة اي او ما تعملش باسورد سهل تاخت منها لكن ما تعملش باسورد صعبة على نفسك علشان ما تنساش اتمنى اكون افدتك من خلال الفيديو النهاردة بمعلومة وفيدة لو عجبك الفيديو واسفت المعلومة اضغط لايك وشارك الفيديو عشان غيرك استفيد بالتوفيلكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته